خلينا نحكي عن معجزة تانية واحد في يحنى 9 واحد مولود أعمى سأل التلاميذ يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى يعني مولود أعمى ما عندهش أي شيء أشاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل مدام نهار طيب شو عمل يسوع المسيح تفل على الأرض وصانع من التفل طينا وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام وراح اغتسل في هذه البركة ورجع مبصر يشوف كل شيء هاي بتذكرنا لحادثة الخلق في العهد القديم أنه صنع جبل الأرض آدم من تراب الأرض ونفخه لأنه هو مش بس يعني قال له روح وطلع عينيه ولاحظ أنه الاغتسال عمليا يزيل الطين فهنا كل قوانين خلقها يسوع فصار يعني رجع مبصر مبصر شو يعني؟ يعني صار إله شريين وصار إله أنسجة وصار إله أعصابهم طبعا بتمنى أنه الأطباء اللي بيشاهدونها يعني يحكوا عن هذا الموضوع لأنه شخص مولود أعمى ما عندهش أي قدرة على الرؤية فخلق كل المكونات اللي موجودة داخل العين والعين تعتبر معجزة بصراحة صار عنده شريين أنسجة أعصاب إلى آخره لدرجة حتى الأعمى لما رد على الفرسيين قال منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى من يستطيع أن يخلق الأنسجة والشريين والأعصاب والدم تصلهم الله من خلال يسوع المسيح فإذن المسيح هو علة الوجود وهو سبب الخليق أحبائي وهو مصدر الحياة وبدونه لا يكون أي شيء مثل ما ذكرت كل شيء قائم متماسك بيسوع المسيح فيه كانت الحياة وهو النور أيضا فلا توجد حياة بدون النار النور لأنه يسوع قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر